قصف ورد انتهاك للسيادة وخرق للمواثيق الدبلوماسية هذا ما يجري في الساحة توتر سياسي وأمني أصاب العلاقة ما بين بغداد وواشنطن وهو ما ينظر بخطر إن لم تكن هناك تفاهمات عميقة فالإرادة الأمريكية مصالحها تشير إلى بقاء حتى وإن حاولت الحكومة انهاء الاتفاق يحقل من أي من الطرفين بحل هذا الاتفاق لكن أعطى مدة عام واحد لأن تقوم أي من الطرفين بعملية إنهاء هذا الوجود على الأرض العراقية وبالتالي عام كبير على الولايات المتحدة الأمريكية ولن تخرج بسهولة وفق جدول مصالحها وأمنها الاستراتيجي في المنطقة هناك علاقات متوترة مع أكثر من طرف مع الولايات المتحدة الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط وهناك حرب ما زالت قائمة في فلسطين من الصعب أن تترك الآن الولايات المتحدة الأمريكية الساحة العراقية بسهولة ستتمواطل وستضغط بأكثر من ورقة قد تكون اقتصادية وسياسية على الطرف العراقي بل حتى قد تكون أمنية وعسكرية وبهذا نحتاج إلى عملية زيادة حجم التوافق بين الولايات المتحدة الأمريكية والعراق تلوح المقاومة إلى استمرار هجماتها على القواعد العسكرية فخرق الاتفاقات الدبلوماسية يتحدث عنه الطرفين الولايات المتحدة تقصف متى تشاء والفصائل ترى بهذا التواجد هو عسكري ولا بد من إخراجهم عدم التزام لدارة الأمريكية ببنوة هذه الاتفاقية زادت المطالبة وانبرت الفصائل المقاومة لهذه الوجود وأصبح على أثرها أيضا قرار سابق من قبل البرلمان العراقي بضرورة تقراج هذه القوات وأن وجوده يشكل خطر على أمن وسلامة الدولة العراقية في نهاية المطاف لا أعتقد أن الجيش الأمريكي التزم ببنوة الاتفاق المبرم بين بغداد وواشنطن في خانة الخطر يأخذ العراق فهو معرض لأي عقوبات اقتصادية أو سياسية إن لم تجد الحكومة حلا مناسبا هي أكثر المراحل حرجا حكومة في موقف لا تحسد عليه فخيارها الوحيد هو مسك العصى من المنتصف للحفاظ على سيادة البلاد من جهة وعلاقة بغداد بواشنطن من جهة أخرى عمار غسان قناة الرشيد بغداد